أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد السلام عليكم طالباتي ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم درسنا في مادة العلوم الإسلامية بعنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام ولابد عزيزتي في نهاية الدرس أن نحقق النتاجات والأهداف التالية أولا تعرف المقصود بالتكافل الاجتماعي وتبين الأسس التي يقوم عليها التكافل الاجتماعي في الإسلام وتوضح مجالات التكافل الاجتماعي ونبين بعض التشريعات الإسلامية التي تحقق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم ونعدد بإذن الله الآثار الإيجابية للتكافل الاجتماعي ونحرص جميعا على الإنفاق في سبيل الله لنحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من مجتمع متعاون متماسك كالبنيان المرصوص قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبهذه الآية الكريمة حق من الله سبحانه وتعالى على الاهتمام ببناء مجتمع متكامل وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اهتمام الإسلام بمجتمع متعاطف ومتعاون من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية فلا يقتصر التكافل الاجتماعي على النفع المادي إنما يتجاوزه للناحية المعنوية فكل فرد في المجتمع كما يعلم أن له حقوق يعلم ضرورة أن عليه واجبات تجاه أفراد مجتمعه وأمثلة التكافل الاجتماعي كثيرة وأفضل وأجمل وأروع مثال للتكافل الاجتماعي مؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار المهاجرين الفقراء الذين تركوا بلوتهم وأعمالهم وأراضيهم في مكة المكرمة وهاجروا هربا بدينهم وبعقيدتهم المسلمة إلى المدينة المنورة يقرب آنذاك للاتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المسلمين الفقراء القادمين من مكة إلى المدينة كانوا بحاجة إلى دعم معنوي ومادي فكانت أجمل صورة قدمها الأنصار بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي آخى بين كل مهاجر مع أنصاري احتواه في بيته دعمه ماديا حتى قوي المجتمع وبنا بذلك المجتمع الجديد المتعاون المتحاب المتعاطف المجتمع المسلم في المدينة المنورة وأعطوا المثال على المؤمنين المتوادين المتراحمين المتعاطفين وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى الجسم الواحد انشعر جزء منه بألم صداعا في الرأس ألم في الأسنان نجد أن الجسم جميعا يسهر ويتحمل المعاناة مع هذا العضو هذا هو مثال المجتمع المسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الاتحاد التعاون كالبنيان للمجتمع المؤمنين كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صور المؤاخى والتآذر كانت لتحديات الحياة وصعوباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اهتم بهذا الاسلام واهتم بالتكافل الاجتماعي نرى أيضا في حياتنا اليومية صورا أخرى من التكافل الاجتماعي فنراها في مثلا وزارة التنمية الاجتماعية التي تهتم بالحالات التي تحتاج إلى مساعدات مدية صندوق الصدق الموجود في المساجد وفي المدارس أيضا للاهتمام بحاجات الناس وإعانتهم المؤسسات الخيرية المختلفة في المجتمعات والأمثلة كثيرة موجودة في حياتنا اليومية ويعجبني مثال دولة ماليزيا المسلمة الذين عندما انهار اقتصادهم قدموا نساءهم قدموا الذهب للدولة دعما لدولتهم عندما أفلست الدولة وانهار اقتصادها هب الجميع هبت رجل واحد النساء منهم قبل الرجال لمساعدة الدولة ودعم المجتمع المحلي أبدأ الآن بالتعريف بمفهوم التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي يعني التعاون بين أفراد المجتمع وتضامنهم لإعانة المحتاجين ومساعدة المضطرين وبذلك مفهوم التكافل الاجتماعي يشمل مدلول التعاون والتعاطف بين الناس فأفراد المجتمع الواحد يتشاركون في المحافظة على المصالح العامة والخاصة دفع المفاسد والأضرار سواء كانت مادية أو كانت معنوية عن مجتمعهم وكما ذكرنا كل فرد يشعر بأنه له حقوق وكذلك عليه وشباله نتحدث الآن عن الأسس التكافل الاجتماعي المسلم أهم الأسس التي قام عليها التكافل الاجتماعي في الإسلام أنه ضرورة من ضروريات الحياة ما المقصود بهذه العبارة؟ التكافل الاجتماعي ضرورة الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل أعباء الحياة لوحده وملفردا فلابد من تعاون يشبه حياة النحل والنملي من المخلوقات التي كلها مفطورة على التعاون فإذن أولا التكافل الاجتماعي هو ضرورة من ضرورات الحياة لا يستطيع الإنسان أن يعيش منفردا منعزلا عن الناس يحتاج للطبيب ويحتاج للمعلم ويحتاج للخبازي ويحتاج للمزارع وغيرهم وبهذا التعاون نحقق التكافل الاجتماعي فأول أساس أنه ضرورة من ضرورات الحياة أيضا التكافل الاجتماعي له نوعان النوع الأول مادي والنوع الآخر هو نوع معنوي فالناحية المادية مهمة أكيد في غاثة المحتاجين ومساعدة المضطرين ولكن أيضا مهم جدا أن نهتم بالجانب المعنوي المبادرة إلى الإصلاح المبادرة إلى التغيير للأحسن في مجتمعه وفي أقربائه والناس جميعا فإذن الناحية المعنوية أيضا تكون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر أما الناحية المادية فتعني بدل المال والوقت لإعانة ومساعدة المحتاج أيضا التكافل الاجتماعي يشمل الناس جميعا يشمل الناس جميعا مؤمنين مسلمين وكافرين أيضا من على ديننا أو على غير ديننا من جنسياتنا أو من جنسيات أخرى إذن التكافل الاجتماعي يجب أن يشمل بنظر المسلم يجب أن يشمل الناس جميعا على اختلاف جنسياتهم وأديانهم أيضا التكافل الاجتماعي أهم أهدافه المحافظة واحترام كرامة الإنسان وعزة نفسه كما سوف نتحدث أن هناك في فقراء وهناك يعني نحسب كثير من الفقراء أنهم أغنياء بالتعفف وعدم سؤال الناس بعزة نفسه وكرامته فهدف التكافل الاجتماعي أن يحفظ للناس كرامتهم ويحفظ عليهم عزة أنفسهم نتحدث الآن عن مجالات التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي إذن التكافل الاجتماعي ليس للمسلمين فقط المعنيون بذلك إنما الناس على اختلاف مللهم ومعتقداتهم داخل المجتمع الواحد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهوهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إذن الله سبحانه وتعالى لا يمنعنا ولا حرج في البر والعدل مع كل من يخالفنا دينا ولكنه يعيش في مجتمعنا ولا يقدم لنا إلا كل خير وكل تعاون إذن التكافل الاجتماعي في الإسلام يعد غاية أساسية تشمل البشر مؤمنهم وكافرهم قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فتحدثنا أيضا عن أساس كرامة الإنسان والتكافل الاجتماعي سوف نتحدث عن مجالاته أحببت أن أتحدث عن مجالات التكافل الاجتماعي بهذه الشكل الذي سوف يساعدنا في تحديد مجالات التكافل الاجتماعي فمجالات التكافل الاجتماعي تبدأ بذاتية الإنسان إذن أولا التكافل الاجتماعي أن يبدأ الإنسان بأن يعف نفسه يؤمن حاجاته لا يسأل الناس ويكون إنسان واليد العليا خير عند الله خيرا وأحب إلى الله من اليد السفلة والمؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبالتالي على الإنسان أن يكفي نفسه ويبدأ بدعم ما حوله فأول مجالات التكافل الاجتماعي تبدأ بالإنسان نفسه يكفي ذاته ثم يكفي أسرته الصغيرة يكفي أسرته أسرته أقصد بها الزوجة والأبناء ذكورا وإناثا يكفيهم يعولهم يؤمن حاجاتهم المادية ويؤمن أيضا حاجاتهم ويدعمهم من الناحية المعنوية بالتربية والإعداد واللطفي وأيضا بعد الأسرة الصغيرة تبدأ يجب التكافل الاجتماعي أن يصل إلى العائلة الكبيرة من أقصد بالعائلة الكبيرة؟ الوالدين صلة الأرحام من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم من الأسرة للوالدين يبدأ الإنسان يهتم بأمورهم من هو فقير منهم من هو بحاجة منهم إلى دعم مادي من هو حزين أحزن لحزنه من هو سعيد أو فرح فأفرح له أيضا الشعور مع الناس مهم جدا من الناحية المعنوية وهذا أيضا يسمى تكافل اجتماعي نخرج من دائرة العائلة الكبيرة إلى محيطين الإنسان فيبدأ بجيرانه، زملائه في العمال، معارفه يجب أن يهتم بأمورهم ويدعمهم إن كانوا بحاجة لدعم مادي أو بحاجة إلى دعم معنوي تتسع الدائرة لتصل إلى كل مسلم إلى كل المسلمين خير الناس ينفعهم للناس وأخيرا يجب أن يصل التكافل الاجتماعي عند المسلمين إلى الإنسانية جمعة كما ذكرنا الإنسانية جمعة مسلم كان أم كافرا قريبا أو بعيدا من جنسيتي أو من غيرها الآن سوف أتحدث عن التشريعات التي تحقق التكافل الاجتماعي أول التشريعات التي تحقق التكافل الاجتماعي البر والإحسان بالصغار وكبار السن وكما ذكرت أنواع التكافل الاجتماعي المادية من حيث تأمين حاجات الأطفال الذين لا يستطيعون كسب المال تأمين حاجاتهم العناية بهم طعامهم وشرابهم دراستهم أيضا بحاجة الأطفال بحاجة إلى اهتمام منه وآخر الإعداد إعدادهم رعايتهم لنجعلهم مؤهلين لأن يكونوا قادة في المستقبل اللطف في المعاملة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين أو أحباده وكذلك تكليف الصغار بأدوار قيادية مناسبة أيضا تجعلهم هذا من باب البر بهم والتكافل الاجتماعي الذي يحقق المصالح الهامة في المجتمع إذن أول تشريع البر والإحسان بالصغار وبكبار السن ذكرنا الصغار وبالنسبة لكبار السن يجب أن نحقق لهم ونؤمنهم بكثير من الرعاية سواء من أولادهم أو من الدولة إن لم يجد من يعيل هؤلاء هذا تشريع يحقق التكافل الاجتماعي ويحقق التكافل النفسي والعاطفي أيضا أيضا كفالة الفقراء والمساكين والأيتام كفالة الفقراء والمساكين والأيتام قد نسأل ما الفرق بين الفقير والمسكين الفقير الذي له مصدر مال ولكنه لا يكفي إذن الفقير له مصدر من المال إذن هو يعمل ولكن دخله لا يكفي يعني رجل عنده أسرة كبيرة راتبه قليل عنده أجار بيت عنده فواتير عنده أطفال يتعلمون عنده ولد مريض يعمل ولكن ما يأتيه من دخل لا يكفي نسميه فقير أما المسكين من السكينة وهي عدم الحركة أو من السكن وعدم الحركة وبالتالي هو لا يستطيع العمل ولا مصدر دخله ولكن الفرق الآخر أيضا أنه لا يسأل الناس الفقير قد يسأل الناس ولكن المسكين مع ضعفه وعدم قدرته على العمل بسبب عها بسبب مرض بسبب أي مانع يبنعه من العمل هذا الإنسان لا يستطيع أن يعمل فلا مصدر دخله وأيضا لا يسأل الناس هذا الفرق بين الفقير والمسكين إذن الفقير له مصدر دخل ولكنه لا يكفي المسكين ليس له مصدر دخل أصلا الفقير قد يسأل الناس ويقدمون له المساعدة المسكين لا يسأل الناس ولكن الناس تعلم به وتعطيه فالتشريع الإسلامي أمر بكفالة هؤلاء سواء كانوا فقراء أو كانوا مساكين بتأمين فرص العمل لهم المناسبة إن كان يستطيع العمل وإن لم يستطع نؤمن حاجاته على نفقة الدولة ووزارة التنمية الاجتماعية والناس بزكاة الأموال وبالصدقات فيرفعوا الحرج عن هؤلاء الفقراء وعن هؤلاء المساكين بالزكاة وبالصدقات أيضا الأيتام الذين يستحقون إن كانوا أغنياء ولهم مصدر مال أن ننمي أموالهم ونترفع عنها فلا نستغلهم وإنما نستثمر أموالهم ونوفرها لهم حتى يكبروا ونعطيهم مالهم يهتموا به قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة إذن قد يكون يتيم غني ولكنه صغير يجب أن أحد يهتم بأموره المادية وينميها له ويحافظ عليها حتى يبلغ أشدة يصل إلى سن البلوغ وصن الرجل ويحسن التصرف في مال يهد إليه ماله وبهذا تكافل اجتماعي إذن التكافل الاجتماعي يشمل الفقراء المساكين الأيتام التكافل الاجتماعي يشمل اللقطاء يشمل الشيوخ العجزة المرضى يشمل التكافل الاجتماعي المطلقات والأرامل وأصحاب العاهات المنكوبين من الناس المشردين المنحرفين أبناء السبيل كل الأفراد المجتمع يجب أن نهتم بهم ونعمل من أجلهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع المسلم الكبير أتوقف وأكتفي بهذا القدر من الدرس وأكمل في الجزء الثاني منه بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته